ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حكم الشارقة رئيس مجلس اكاديمية العلوم الشرطية صباح اليوم اجتماع المجلس الذي عقد بمقر الاكاديمية في المدينة الجامعية بالشارقة واشد سموه في بداية الاجتماع بجهود الاكاديمية التي ساهمت في تجديد الاعتماد الاكاديمي من وزارة التربية والتعليم واهتمامها بالبحث العلمي والمخرجات التدريبية واعتمد المجلس خلال الاجتماع قبول دفعة جديدة من الطلبة الضباط في برنامج البكالوريوس في العلوم الشرطية واطلع على الشروط الجديدة التي استحدثتها الاكاديمية لتسجيل وقبول الطلبة الجدد كما اطلع المجلس على عدد من انجازات الاكاديمية في المجالات المختلفة ومن بينها نتائج ومؤشرات اداء ادارة تطوير الكفاءات كما جرى خلال الاجتماع استعراض مخرجات مشروع التطوير الرقمي للكفاءات في مرحلته الاولى التي انطلقت في العام الفين وواحد وعشرين